يصافحهم بابتسامة ويقبلهم ويردون عليه بالمثل هكذا كان الرئيس الرحل ياسر عرفات أباً ملهماً لأطفال فلسطين على حافلة فلسطينية قديمة علقت أكثر من عشرين صورة فوتوغرافية هنا في وسط مدينة رام الله التقطها المصور جمال العروري لأبي عمار إثناء حصاره في المقاطعة عام 2002 المعرض تناول علاقة أباً عمار بالأطفال أثناء الحصار وهذه علاقة تاريخية سواء كانت في بيروت أو في اليمن أو في تونس ولكن تجسدت هنا أثناء الحصار قديشكاً أبا عمار هو هدف لكل الشعب الفلسطيني بأن يصلوا ينبش جمال في معرضه المتنقل والذي أطلق عليه اسم زهرات وأشبال أبا عمار الذاكرة الشخصية للقائد ويضيء من خلاله جوانب من حياته ويأتي المعرض في إطار سلسلة من الفعاليات تنظمها بلدية رام الله في الذكرى الثانية عشرة على رحيل عرفات في ذكرى استشهاده من حاول أن نسلط الضوء على هذه العلاقات طبعا هي جزء من عدة فعاليات تمت في مدينة رام الله وتتوجت أولا في افتتاح متحف القائد ياسر عرفات في مقر إقامته في مقاطعة رام الله هذه الحافلة بما علق عليها من صور ستجوب أنحاء رام الله والبيرة لأيام كي تبقى صورة الراحل عرفات حاضرة في أذهان الفلسطينيين من مدينة رام الله دعاء سيوري تلفزيون وطن